اكتر 10 نصيح مهمين في الماسترينج رقم واحد من الاحسن ان حد غيرك يعمل الماستر ليه؟ لو هو موانتس ماسترينج محترف هيبقى عنده كونفيرتر احسن من الكونفيرتر بتاعك والسماعات ومكان معزولين ومتعالجين احسن من المكان بتاعك انت كده بتضيف ودن جديدة للعمل بتاعك هتسمعها بشكل مختلف فرش مش متعود على اي حاجة في العمل فهتفكر فيك انها بتسمعه اول مرة وتسأل نفسها سؤال إلا انا محتاج اعمله عشان خطر اخلي العمل دوت احسن على عكس ما انت تكون انت اللي عامل الميكس وتفضل مركز مسار على ان حاجة فيها مشكلة ويبقى همك في الماستر ان انت تشتغل على الحاجة ديت وتحلها تاني بعد ان انت خلصت الميكس رقم اثنين لو انت اللي هتعمل الماستر لنفسك خلصت الاغنية النهاردة قد يوم او يومين ما تسمعهاش ليه؟ لانك لما تيجي تسمعها تاني هتسمعها بوين فريش تبدأ تبلك اي حاجة انت بسمعتهاش اثناء وقت الميكس لو متاح انك تستخدم سماعات مختلفة عن اللي انت عملت فيها الميكس بس طبعا تكون فور رينج سبيكر اعمل كده بلاش تعمل الماستر على نفس السماعات اللي انت عملت فيها ميكس لو ده متاح عندك ولو متاح استوديو تاني انت حافظ الصوت بتاعه ما تترددش ولو لثواني روح اشتغل اعمل الماستر بتاعك في الاستوديو التاني علشان تسمع الاغنية بوين فريش في مكان تاني فريش جديد تبدأ تسمع حاجات جديدة بناء عليها تاخد قرارات احسن في الماسترينج اللي هتعمله تلاتة اسمع الاغنية كويس مرات مختلفة في أماكن مختلفة اسمعها في الاستوديو بتاعك خطها على الموبايل واسمعها اسمعها باليرفون بتاعت الموبايل اسمعها في التابلت اسمعها في العربية ده هيعملك ايه هيخليك تاخد فكرة عن الاغنية والحاجات اللي عقبك فيها والحاجات اللي مش عقبك فيها على نطاق واسع من الطرق السماعية عشان لما تيجي تشتغل تبقى انت عارف ايه الحاجات اللي انت محتاج تحلها لما لقيتها عاملة مشكلة في كذا system سامعي اربعة اسمع اغاني من نفس النوع لو انت هتماستر اغنية واول مرة تعمل ماسترينج للنوع دوت هات اغاني من نفس النوع يكون الكوالاتي بتاعها عالي واسمع كذا اغنية وكرر مع الاغنية بتاعتك ايه الحاجات اللي انت شايفها كويسة وايه الحاجات اللي انت شايف ان هي محتاجة شغل الاول أول خطوة على طول بنعملها في الماستر هي رقم 5 علي الأغنية ليه؟ لأن الماستر نجدير على حاجتين الليفل اللي بنسمع عليه والإيكولايزر فأنت دلوقتي لو معلتش الأغنية أول حاجة وجيت اشتغلته بعد كده عليت الأغنية بالليمتر الاستقبال بتاعك للأغنية هيتغير فعشان كده أول حاجة بتعملها إنك بتعلي الأغنية في الماستر بتعليها لإيه؟ لو أنت مثلا متارجت إن الأغنية بتاعتك تبقى مينس عشرة عليها مينس 12 مش مينس 10 ليه؟ لأن انت هتبدأ بعد كده تحط البروستس البروستس ده ممكن تعلي الماسترنج بتاعك أو ممكن تكون هيدروم في قلب الميكس بتاعك تقدر تزق الليمتر تاني بشكل كلين بعد كده رقم 6 حل المشاكل الأول ما تفكرش أبدا في الإضافات لازم الأول تفكر في الحاجات اللي انت هتشلها من الالتراك عشان تخلي صوته أحصر ممكن تبقى سامع التراك فيه إن هو صوته مكتوم Overall Dark ما تجريش على الإيكيو وتعمل بوست في الهاي اند أعمل تشيك الأول شوف فيه حاجة في اللو ميد محتاج إنك تعمل لها قط الأول ولا لا لأن انت أول ما هتعمل القط بتاع اللو ميد باقية الأغنية هتتفتح من ناحية اللو ومن ناحية باقي الميد رينج والهاي سبعة مش لازم تستخدم كل الأدوات اللي عندك المفروض اللي يعمله مهانس الماسترنج إن هو يبقى Invisible يعني أنت تسمع التراك تسأل نفسك هو عمل إيه ما يبلغش إنه هو حط EQ بكمية كبيرة إنه هو حط Compression بكمية كبيرة إنه هو استخدم Saturation بكمية كبيرة أنت تسمع التراك وكرنه بالميكس التراك بقى صوته أحسن وهو ده المطلوب في النقطة دي كمان إنك مش تسلم تستخدم كل الأدوات اللي عندك أنت مثلا عندك الهاي اند محتاج تفتحها فممكن تستخدم EQ وممكن مثلا تستخدم Saturation وممكن تستخدم Exciter فلو أنت استخدمت واحد منهم يبقى مش محتاج تستخدم الاتنين الرقم 8 خد Break بشكل مستمر لو أنت الروم بتاعتك واسعة وبتقدر تسمع على لفل 80 دي بي البريك المرشح إنه انت كل نص ساعة بتطلع بره الستوديو من 5 ل 10 دقيق وخلال الخمس أو عشر دقيق دولت أنت تكون دماغي بتفكر في إيه اللي انت حققته في التراك وإيه اللي محتاج تحققه وتكون مش بتسمع مزيكة في العشر دقيق دول تسعة لو خلصت الماستر اسمع الماستر تاني يوم ما تبعتوش في نفس الوقت لأن انت برضو هتكون ودنك اتعودت عليه وممكن تكون فيه حاجات لما تسمعها تاني يوم تقول أنا ليه ما حلتش الحاجات دي تمبارح طبعا دو دوت الموضوع ده متاح لأن ساعات بتبقى الناس مستعجلة عشرة لما تيجي تطبق أي بروسيسور فكر فيه هل الأحسن أنك تطبق البروسيسور دوت ستيريو ولا ميد ولا صيد مثال عندنا كيك وإحنا شغالين على ستيريو ماسترينج والكيك ديت محتاجة كومبريشن ليه أحط الكمبريشن ستيريو أنا لو حطت الكمبريشن بتاعي ستيريو طب مع أن هضغط الحاجات اللي على جانب التركات وهي مش محتاجة تضغط يبقى في الحالة ديت لو أنا أحط كومبريسور يعمل جراب للكيك بتاعتي الأحسن أن أنا أحطه ميد مشتغلش بيه ستيريو ديت أكتر عشر نصايح تكون مفيدة ليك في الماستر بعد ما تكون طبعا بتنمي ودنك وبتسمع أغاني بكوالتي كويس وحفظت المكان بتاعك ترجمة نانسي قنقر شكرا